تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وبحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيسي مجلس أمناء جامعة البحرين قامت جامعة البحرين حفلة خريج الفوج الرابع والعشرين لطلبات الجامعة وقد ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين كلمة أشاد فيها بدعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله للمسيرة التعليمية المباركة مثمنا الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذا الحفل الذي يشهد تخريج أكثر من أحد عشر ألف طالب وطالبة من هذه الجامعة الوطنية العريقة وأنوها سعادة الوزير بالتطورات الحاصلة في جامعة البحرين والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التميز عبر الحرص المستمر على استحداث برامج أكاديمية جديدة تواكب متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل والأولويات الوطنية بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وأعرب الوزير عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المستقبلية وشاكرا ومقدرا جهود إدارة الجامعة وجميع منتسبها من هيئات أكاديمية وإدارية من ناحيتها أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكة أن الرعاية والدعم التي تحظى به الجامعة الوطنية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات السديدة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مكن الجامعة من الاستمرار في تطوير إمكاناتها واستيعاب الخرجين وتأهيلهم وفق أعلى المعايير للإسهام في عملية التنمية الشاملة من رعاية ودعم صرح وطني تعليمي متميز جامعة البحرين تؤكد في كل حفل تخرجين على الدعم لا محدود من قبل الحكومة الذي يرقى بالجامعة بجميع مستوياتها الأكاديمية والإدارية ممكنها من توفير البيئة المناسبة لتخريج أفواج عدة تبوأت المناصب القيادية في مملكة البحرين مخرجات الجامعة مخرجات متميزة جدا في مختلف التخصصات سواء كانت على مستوى البكالريوس أو الدراسة العليا الماجستير والدكتوراه وأيضا حتى الدبلوم سوف تستمر الجامعة خلال أيام القادمة في استفاء عملية التخريج وإن شاء الله الجامعة من خلال إشراف مجلس ومنع جامعة البحرين سوف تستمر في متابعة طبعا شؤون الارتقاء بالعملية الأكاديمية الخريجين طبعا نحن نعدهم على أعلى مستوى ويعني مثل ما قلنا 81 ألف لحد الآن خرجنا في مواقع عالية في الحكومة في الدولة في القطاع الخاص إنجازات علمية كمية ونوعية مهمة حازت عليها جامعة البحرين من قبل طلبتها وطالباتها الذين انطلقوا منها لبناء بحرين المستقبل من خلال الاستخدام الأمثل لكل سبل التعليم والخدمات المميزة التي وفرتها الجامعة لطلبتها للانطلاق بلا حدود نحو التمييز العلمي طبعا ما شاهدنا اليوم في هذا الاحتفال هو تتويج لسنوات طويلة من التعب والدراسة والجد والاجتهاد وان شاء الله نواصل هذه المسيرة ونكمل خدمتنا لمملكة البحرين الحمد لله رب العالمين اليوم أسعدنا بتخرجنا من جامعة البحرين هذه الجامعة الوطنية برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث وهذه شيء أسعدنا كثير والله الفرحة ما تنوصف صراحة تعب ثلاث سنوات جنين في ذي اليوم وصراحة جامعة البحرين مقصرت كان التنظيم جدا رائع يعني أعداد هائلة ما شاء الله لكن نظموها بطريقة وايد سلسة وجميلة احنا لا شك ان شاء الله بنواصل مسيرة العلم والله يقدرنا نكون خير سفراء لجامعة البحرين خارج الجامعة اليوم احنا نقطف ثمار خلنا نقول التعب والجهد اللي يعني بذلنا طوال هذه السنوات في يوم مميز جميل نعيش كلنا احنا خارجي وخرجات جامعة البحرين الجامعة الاولى الوطنية في مملكة البحرين روقي المجتمع يبدأ من التعليم وجامعة البحرين ساهمت بشكل كبير في تطوير هذا القطاع واكدت مكانتها كمنارة للعلم محليا واقليميا ودوليا وفقا لأعلى المعايير العالمية تخطو مملكة البحرين بخطوات مستمرة لتطوير التعليم ولطالما كان هناك دعم حكومي مستمر لهذا الصرح الوطني الذي يأتي ليؤكد في هذا الحفل البهيج على تخريج الكوادر الوطنية التي ستسهم في روقي هذا الوطن شوق الأثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر